قطر تغيرات بالسياسة تجاه القضية السورية بعد انحسار رقعة سيطرة الفصائل المسلحة بدأت علاقات النظام مع الدول الداعمة والمشغلة لهذه الفصائل بالتحسن وإعادة البناء فزيارة الوفد التركي لدمشق واتخاذ الخطوات الأولى لإعادة بناء العلاقات بين الدوحة ودمشق ينذران بإعادة بناء علاقات وطيدة على حساب دماء السوريين صحيفة الانديبندنت البريطانية أكدت أن دمشق والدوحة اتخذتا خطوات أولى لإعادة بناء العلاقات بين الطرفين مؤكدة بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد عقد منذ عدة أيام اجتماعا مغلقا مع بعض الصحفيين السوريين وأبلغهم بأنه تم استئناف العلاقات على مستوى متدن وخجول جدا بين سوريا وقطر ترجمة نانسي قنقر